أهلا بكم من جديد هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك السلمان بن عبد العزيز الأمة الإسلامية بعيد الأطحى المبارك وأضاف خادم الحرمين الشريفين نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة من نجاح كبير في الحد من الآثار التي فرضتها جائحة كورونا وأكد أن الجهود المبذولة لتقديم أكثر من 22 مليون جرع من لقاح كورونا ساهم في رفع طاقة تشغيلية للحرمين الشريفين وتمكين قاصدهما من أداء المناسك في بيئة صحية آمنة وأشهد الملك سلمان بن عبد العزيز بوعي قاصد الحرمين الشريفين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية مشيرا إلى أن أكثر من 17 مليون مستفيد من التطبيقات الحكومية التي أطلقت خلال الجائحة تمكنوا من أداء مناسك العمر والصلاة في الحرمين حيث اختتم الملك سلمان كلمته بشكر المرابطين لتأمين سلامة ضيوف الرحمن والعاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة ممن أسهموا في نجاح موسم الحج لهذا العام وحرسم المملكة العربية السعودية على قامة الرقم الخامس من أركان الإسلام في ظل هذه الجائحة وتسلزمهم من إجراءات عديدة فقد راعت أن تمثل شرائح الحجاج تبع الدول الإسلامية وغيرها من أخواننا وخواتنا المقيمين على عرض المملكة لمنح الفرصة لجميع الجنسيات في الحج ودى منسكهم بكل يسر وسهولة وسلامة وأمان فقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام ويقم تقتضيها ضوابط والمعايير الصحية العالمية وطبقت الجهات المعنية بخدمة حجاج بيتها الحرام نظام الحج الرقمي الذي يهدف إلى التركيز على التقنية والتقليم من الكوادر بشرية في إدارة شهود وتنظيم الحج